عشرات آلاف المهاجرين يحاولون يومياً اختراق الحدود البرية بين تركيا واليونان خصوصاً بعد أن أعلنت أنقرة أنها لن تمنع أحداً من محاولة العبور إلى أراضي الاتحاد الأوروبي الحكومة الألمانية قررت دعم اليونان في الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه ما بين 1000 و1500 قاصر يتواجدون في جزر البلاد بعد إعلانها أن تحالفاً تطوعياً من دول الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطعت بهم السبل في الجزر اليونانية في الأثناء ذاتها احتزمت اليونان تشهيد سياجاً في ثلاث نقاط إضافية عند الحدود مع تركيا لتعزيز تدابيرها لردع المهاجرين وسط تدفق لطالب اللجوء بعد إعلان أنقرة فتح الأبواب أمام توجههم إلى أوروبا فيما أطلقت تركيا مراراً الغازة المؤسيلة للدموع باتجاه القوات اليونانية في حين اتهمت أثناء الشرطة التركية بمساعدة المهاجرين على اختراق الحدود عبر تزويدهم بتجهيزات لقطع الأسلاك الشائكة وتضغط الأحزاب اليسرية في ألمانيا منذ أيام عدة بهدف دفع أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص إلى تقديم الرعاية للأطفال الموجودين في اليونان أو الذين يصلون إلى الحدود التركية اليونانية بعد أن تم بث صور تظهر الوضع المزري الذي يعانيه عدد كبير منهم ترجمة نانسي قنقر